السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إذن شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث وصلنا المرة الماضية إلى الجزء الأول من الوحدة الخامسة والتي كانت بعنوان النظم القصرية والنظم المتسارعة حيث بدأنا في دراسة حركة جسم P بالنسبة لنظامين النظام الثابت S والنظام S- المتحرك بالنسبة ل S طيب الآن نريد اشتقاق متجه A يكتب في النظام S- كالتالي A يساوي AX-I-AY-J-AZ-K- نريد أن نشتق هذا المتجه الذي يكتب في S- ولكن نريد أن نشتقه في S إذن سيكون الاشتقاق كالتالي D على DT للمتجه AX-I-AY-J-AZ-K- في النظام S هذا اللي نبحث عنه هو مشتقاق عفوا هو مشتقاق A بالنسبة للزمن داخل النظام S طيب إذن سنشتق الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث بالنسبة للزمن مشتق الجزء الأول إذن هو مشتقاق AX- بالنسبة للزمن مضلوب في A- بعدين العكس AX- مضلوب في مشتق A بالنسبة للزمن داخل النظام S مهم جدا أن نحدد يعني سابقا كنا نشتق داخل نظام واحد لو S لكن هنا لازم نحدد داخل أي نظام نشتق إذن الاشتقاق هو داخل النظام S طيب نفس الشيء الجزء الثاني ونفس الشيء الجزء الثالث طيب إذن اشتقاق A بالنسبة للزمن يساوي رح نخلي هذا في المقام الأول بعدين نجيب هذا الجزء وبعدين نجيب هذا الجزء ورح نخلي واحد اثنين ثلاثة في المقام الثاني مثل ما لنا شايفين هنا طيب إذن هذا الجزء اللي شايفينه إحنا إيش قلنا شفنا المرة الماضية إنه مشتق I' هتنذكر بواحدة والباقي نفس الشيء مشتق I' بالنسبة للزمن داخل النظام S يساوي أوميغا مضروب في I' نذكر إنه أوميغا هو متجه السرعة الزاوية لدوران S' بالنسبة ل S لو حبيتوا رح نكتبها S' بالنسبة ل S بهذا الشكل نفس الشيء D' على DT بالنسبة ل S تساوي أوميغا في J' D' K' على DT بالنسبة ل S تساوي أوميغا ضرب يعني K' عفوا نفس الشيء إذن رح نعوض الصياغ الثلاث هنا رح تصير أول شيء خلينا نقول إنه هذا هو إيش هو مشتقل A داخل S' شايفين هذه متجهات الوحدة للنظام S' إذن هذه الثلاثة تكون مشتق A بالنسبة ل S' طيب والباقي مثل ما قلنا رح نعوض IDA I' على DT بأوميغا كراس I' هنا وأيضا رح نعوض DJ' على DT بالنسبة لنظام S بأوميغا كراس J' و DK' على DT بالنسبة لنظام S بأوميغا كراس K' اللي شفناها المرات الماضية شفنا الصيغة هذه الصيغة هذه بالنسبة ل I' وJ' وK' طيب إذن على ماذا يحيلنا هذا يحيلنا هذا على أنه DA على DT S يساوي DA على DT في ال S' زائد أوميغا ضرب S نقدر نطلع أوميغا هنا كعامل مشترك كضارب مشترك ورح تعطينا بين قوسين AX' I' زائد AY' J' زائد AZ' K' وهذا ما هو إلا المتجه اللي انطلقنا منه A ونستخلص في الأخير مهم جدا أنه مشتق متجه داخل النظام S هو مشتق نفس المتجه ولكن داخل النظام S' زائد أوميغا CROSS نفس المتجه وهذه معادلة سيغة مهمة جدا رح نستعملها كثير في اللاحق طيب إذن خلينا نشوف احنا شفنا متجه A بصفة عامة الحين رح ناخذ متجهات معروفة نعرفها السرعة التسارع إلى آخره طيب بسرعة إذن هذا بسيط جدا ولكن من المفيد أن نذكر به VA مثل ما عرفناها سابقا هي السرعة سرعة النقطة أو الجسم P داخل النظام S أو R S أو System أو Referential طيب ال VA تساوي رح نعوذ أو P ب XI زائد YJ زائد ZK جهزنا كل هذا سابقا وقلنا متجه الموضع للنقطة أو الجسم P داخل النظام S هو XI زائد YJ زائد ZK طيب نفس الشي رح نشتق الجزء الأول والثاني والثالث اشتقاق الجزء الأول هو DX على DT في I زائد X DI على DT الجزء الثاني DY على DT J زائد Y DJ على DT والجزء الثالث DZ على DT K زائد Z DK على DT لازم نذكر أنه كل هذا الاشتقاق داخل النظام S كل هذا داخل النظام S طيب إذا كان هذا داخل النظام S نحن نعرف أنه I والجي وكي هي متجهات ثابتة داخل النظام S وبالتالي مشتق I بالنسبة للزمن في النظام S صفر مشتق جي في النظام S بالنسبة للزمن يساوي صفر مشتق K بالنسبة للنظام S بالنسبة للزمن يساوي صفر وأخيرا نلاقي أنه V A تساوي رح تفضل معنا بس DX على DT ورح نرمز للاشتقاق من الرتبة الأولى بالنسبة للزمن بنقطة بهذا الشكل إذن V A تساوي X dot I ز Y dot J ز Z dot Z dot K بنفس الطريقة رح نلاقي السرعة النسبية VR داخل النظام S داش إذن D O D B بالنسبة للزمن S داش رح نشتق O داش P داخل S داش وبالتالي رح نعوذ O داش P B X A I ز Y J ز Z K بنفس الطريقة مثل ما شفنا V A I J K K هي متجهات ثابتة داخل S داش لا ننسى أنه الاشتقاق داخل S داش وبالتالي هات نكتبها بسرعة D I داش بالنسبة للزمن داخل النظام S داش I داش هو متجه ثابت داخل S داش إذن صفر نفس الشيء بالنسبة لي J D J داش بالنسبة للزمن داخل النظام S داش صفر وأيضا D K داش بالنسبة للزمن داخل نفس النظام S داش يساوي صفر أخيرا رح نلاقي رح يفضل معنا بس هذه الثلاثة عناصر وأخيرا رح نلاقي أنه VR تساوي X داش دوت I داش عفوا هنا داش زائد Y داش دوت في J داش زائد Z داش دوت في K داش وهذا هو متجه سرعة الجسم P داخل النظام S داش إذن بنفس الطريقة التسارع هو مشتق السرعة بنفس الطريقة بس هو اشتقاق من الرتبة الثانية رح نلاقي أنه سرعة الجسم P داخل S يعني Absolute Acceleration تساوي X دابل دوت I زائد Y دابل دوت J زائد Z دابل دوت K وبنفس الطريقة رح نلاقي أنه AR يساوي X داش دابل دوت I داش زائد Y داش دابل دوت J داش زائد Z دابل دوت K داش والسلام ورحمة الله وبركاته